السلام عليكم شباب. الله يعطيكم العافية. معكم اسامة غزال. آآ هذا الدرس الثالث والعشرون من سلسلة دروس فارست ريبورت. في هذا الدرس بدنا نشوف كيف آآ ننشئ تابل نسوي له كرييت ومنتحكم بكل خصائصه عن طريق الكود مش عن طريق الديزاين تايم. يعني عن طريق الران تايم. يعني انا هلا عندي هون ريبورت فاضي. ما فيش عليه ولا شيء. بس اسوي له بريفيو. عطول بطلع لي جاهز مجهز. مع صورة مع آآ جوين للسلس. ما حتى تبعت الكلمات لكل سلس. مع 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 كل شيء. وخلينا نبدأ الدرس. بداية انا عندي هاي ريبورت جديد. فاضي. ما بدنا نشيل طبعا هدول يكلهم. وبدنا نبدأ بالكود مباشرة. يعني هون احنا مش راح نعمل ولا شيء. هنروح على الكود ونبدأ نشتغل آآ في. هلأ كيف ننشئ التابل? اول شيء بدنا نعرف له اول اللي هو مثلا تي بي ال. شو تي بي ال نوع? تي اف ار اكس. ها? اوكي. تابل. اوبجيكت. تمام? طيب على هذا التابل اوبجيكت اول شيء بدنا نعمل له ايش? كريات. فبنحكي له تي بي ال. يساوي. تي اف ار اكس تابل اوبجيكت. دوت اكريات. طيب اكريات وين بدنا نساوي له كريات احنا? في البيج ون. شو البيج ون? اللي هي هاي الصفحة. بيج ون هيها. هادي بيج ون. زي مكتوب هون. اوكي? فبنحكي لهون بيج. هاي عطول عطانا بيج ون. وهي فاصلة من قوطة. هلا هذا التابل على طول هايك انشئ. ولكن انشئ بيش ما فيش فيه لسه شيء. بدنا نحدد لاول شيء عدد الاعمدة. تاني شيء عدد الاسطور. فمن يجي بنحكي له تي بي ال. دوت كولوم كاونت. يساوي مثلا ستة كمثال. وعنا تي بي ال. دوت رو كاونت. يساوي مثلا خلينا نقول له عشرة. تمام? هلا بهذه الحالة. انا بس انشأته. عطوله راح ينشئ تابل. خلينا نطلع عليه. هاي بريبيو. مباشرة. اعطاك على اقصى مارجن. ليفت واقصى مارجن. مارجن توب. بناء على المارجنز تبعت الصفحة. طب لو انا بدي ازيحه عشما على اليمين او ازيحه لتحت. طبعا بدنا نيجي نعطيه الطب وبنعطيه الليفت. احنا بهذه الحالة بمكاننا برضو نعطيه كالتالي. احنا بدلا ما نعمل هيك. بمكاننا نقول له تي بي ال. دو. وبعدين نشيل هذا الحكي كله. خلاص. ونتعامل مع كل الخصائص. يعني يجي نحكي له هون الطب مثلا. ما اعطنا طب. ليش? ليش انا عمالي بعطيكم تي بي ال دوت كده. تي بي ال دوت كده. هلا هو الطب مش رح يعطي عليه خطأ. يعني لو انا ما ما سويت كنترول سبيس. قلت له طب خمسين. حياخدها. وهي قلنا له يساوي مية. حياخدها. هون يساوي. بس بالفاست ريبورت لما تحط له انت ال بوذ كده بين بيجين و اند. مش رح يعطيك البروبرتز في الاوتو كومبليت. تبعت الفاست ريبورت. يعني هلأ هاي اخد هاي. نزلنا يا خمسين. وعطانا يا هون على اليمين كمان مية. بس هون ما مش عم معطينا اوتو كومبليت. يعني لو قلت انا هون كولوم كاونت. مش رح يعطيني اوتو كومبليت. فانا عشان هيك عمالي بعيد لكم كلمة تي بي ال دوت كده. تي بي ال دوت كده. عشان انت تكونوا عارفين شو اللي عم بيصير. اوكي. فاحنا موضوع الوذ هي الاسهل. ولكن لليسة عم بيتعلم. بده يحط تي بي ال عشان يعرف شو فيه بروباريتز. لا التابل هدا. يعني هاي تي بي ال دوت كنترول سبيس. هي اعطاني انا كل البروباريتز تبعتها. لكن في الوذ اند ما بعطيني ايها. ولكن بقدر استخدمها وبعطينيش عليها خطأ. يعني هاي هلأ اون اول كولوم. هي اعطاني كولوم كاونت. لكن في الوذ وبيجين مش هيعطيني في الاتو كومبليت كولوم كاونت. ولكن هيشتغل وحيتعامل معها صح. مش رح يعطيك ارر عليها. فايزا هون احنا هاي زي ما حكينا اعطانا المارجن من طب خمسين ومن الليفت اعطانا المارجن مية. طيب شو عنا كمان? طيب لو انا بدي اكتب فقلبها هادي التابل. فمنيجي عبارة عن رقم الرو بنحط له. زي ما شفنا بالدرس الماضي. فلأ روز مثلا بدنا نكتب له شو? ونحط له في السيلز. اللي اخدنا احنا الرو بدنا ناخد ايش? الكولوم. اللي هي اي خلية. اي سيلز. برضو بالسيل زيرو دوت تيكست. يعني هادا هون اعطينا رقم الرو دائما يبدأ من صفر. ورقم السيلز هي رقم العمود داخل الرو. اوكي? برضو دائما يبدأ بالصفر. مثلا من اللي نعطيه هون نيم. وهي برافيو. لاحظوا. هاي زيرو بزيرو. اخد الزاوية. نيم. طيب لو بننضيف احنا هون من الحفة تبعة السيل هادي او الجدول للنيم. يعني نبعد عن اليسار شوي. ما تكون ولكن نعطيها مارجن. لفت مارجن. وبامكانة برضو نعطيها اه توب مارجن. نفس الطريقة. اللي هي فعليا قاب اكس هون. وقاب واي هون. من يجي نعطي نفس الطريقة هيك. ولكن منقول له هون. شايفين قاب اكس. ومنعطي مثلا هون عشرة. وهي برافيو. لاحظوا هون كيف? زاد المسافة تبعة المارجن. ما خل الان لازق بالعمود. ونفس الطريقة لو بدنا نحط قاب واي. بدل قاب اكس. بنقول له قاب واي. وهي برافيو. اختفت لانه ارتفاع الروز عندنا اه صغير. فبمكاننا احنا نوسع الارتفاع بنقول له تي بي ال. دوت روز. او روز ها. بنعطيه هون الصفر. دوت هايت. شبه يساوي مثلا تلاتين. وهي برافيو. لاحظوا كيف? وبرضه يفضل يكون اكتر من تلاتين. يعني بنعطيه ممكن مثلا خمسين. وهي برافيو. لاحظوا الارتفاع خمسين والقاب. ها? الارتفاع خمسين والقاب من هون عشرة. ومن هون حطنا اه عشرة برضو. تمام? فيك من حدد المارجنز الداخلية تبعت كل سل على حدة. وعرفنا كمان كيف نحط كولوم هايت او رو هايت. يعرفنا كيف نحط هلا رو هايت لكل السطر. فاذا احنا عملنا هلا اكتر من حركة بنفس الطريقة. طيب نرجع هلا نشيل الهايت. ونشيب الجاب واي. وبننا نكرر هذا السطر. ونحطه هون. هلا هون بدل مثلا النام بنحط له مثلا اسامة غزال. طيب احنا كنا بالرو زيرو ولكن بدنا السل واحد. اللي هي بالسل اللي بعديها. طيب نفس الطريقة هلا بنحط الاج. الاج بدنا ننسخ بس بنحطه برو واحد. كلهم رو واحد. هلا كلمة ايد شيها. والنفس الشي الجاب اكس يساوي عشرة. ولكن هون بدل ما هي اسامة بنحط العمر مثلا سبعة واربعين. هيكشفنا عمرنا الحقيقي. اوكي. بس هون بدل ما نحط له جاب اكس. لا. بنحطه اتش الالين. اللي هي الهوريزنتل الالين. اللي هي الالين سنتر او رايت او ليفت بشكل افقي. مش بشكل عمودي. وزي ما شفنا بالدروس الماضية. ان الهوريزنتل الالين والفرتيكل الالين. احنا نستخدم ارقام. مش اي ال سنتر واي اللفت واي الرايت. لا. بنحط له ارقام. وازا تذكروا كان الرقم كنين. اللي هو السنتر. تمام? هلأ نيجي نعطيه بريفيو. خلينا نشوف كيف. هي لاحظه كيف. نفس الشي هي النام. وهي الاج. وهي الاسم. وازا بتلاحظوا برضو انه الاسم مش واسع. يعني ما كتب لي اسامة غزال كاملة. وهي سبعة واربعين جبليةها بالسنتر. فاذا احنا هلأ بدنا نتحكم بالكولوم. نقول له الكلوم ويت قديش. فاذا بنيجي بنحكي له هون على اللي هو الكلوم رقم واحد. فبنقول له تي بي ال. دوت. كولومز. هلأ اي كولوم رقم واحد مش زيرو. الزيرو كان في كلمة اتنام وكلمة ايج. فإحنا بنحطه رقم واحد. دوت. ودثة. يساوي مثلا مية وخمسين. وهي بريفيو. هاي شافوا كيف جابهو. هاي يحط العرض مية وخمسين بيكسل. والسبعة واربعين نحطها بالسنتر. ونفس الشي اسامة غزال. اعطاني اسامة مارجن الجاب اكس اللي هي عشرة. طيب وهي في عنا احنا هون اعمدة. طيب لو احنا بدنا نسوي ديليت لمجموعة من الاعمدة. او لعمود. مثلا عمود عمودين بدنا نسوي لهم ديليت. اه ممكن مثلا انا اجي احكي له ديليت. خلينا نحكي هلا هون صفر واحد تنين ثلاثة اربعة خمسة. خليني احط كلمة مثلا هون كوبي. وهون بسل رقم خمسة. نعطيه سل خمسة. هاي سل تلاتة. وهي اربعة. وهي اتنين كمان. اتنين تلاتة اربعة خمسة. هاي اتنين تلاتة اربعة. وهي اوكي. هلا لو بدي انا امحي سل رقم تلاتة. شو راح اعطيه? راح اعطيه تي بي ال دوت ديليت كولوم. ماشي. اي كولوم بدنا رقم تلاتة. فهلا المفروض يمحي لنا كولوم رقم تلاتة. اعطانا ارور. ليش اعطانا ارور? لانه هو عامة بمحي اخر كولوم بس. يعني لو قلنانا هون كولوم رقم خمسة هاي ومحى. بس اذا كان في بعد الكولوم رقم خمسة في كولومز تانية مش راح يمحي. اذا ممكن حدا من اخر كولوم فقط. اوكي? مش زي الروز. الروز لا ممكن يمحي. تمام? فاذا هاي شفنا كيف دليت الكولومز. فاذا احنا ممكن هون نحكي له تي بي ال. دوت دليت كولومز رقم خمسة. بعدين نشوف. ايه رقم اربعة. شوف رقم خمسة محا ورقم اربعة محا. فخلنا لنا بس الكولومز دولي الاربعة. واضح الامور. فاذا بمحي من الاخر للاول. ما بتقدر تمحي اربعة قبل خمسة. بتمحي خمسة. بعدين اربعة. بعدين ثلاثة. اوكي? طيب. في انا كمان. لو بدنا نجي نسوي جوين. لو بدنا نجي نسوي جوين. لو بدنا نجي نسوي جوين. ده مجموعة سيلز مع بعض. احنا كنا نضللهم ونقول له رايت كليك جوين سيلز. كيف بدنا نعمل للجوين برمجيا? طيب. خلينا نشوف كيف. المليشة معطيه. تي بي ال. تي بي ال. دوت. جوين سيليكشن. طيب. هيبدأ هلأ. لحظه. توب اكس. وتوب واي. بعدين. بوتون اكس. وبوتوم واي. فاحنا بنعطيه اول شيء السيلز. شو ارقام السيلز? هلأ هون نسوي له ريمارك. ونشوف شو الارقامنا اياها. هلأ. هاي صفر. مثلا. وهي واحد. بدنا نجي ندمج. ال. اكس واحد. مع. صفر. واحد. تينين. تلاتة. يعني. واحد. فاصلة. تلاتة. فاصلة. اتنين. فاصلة. ستة. خلينا نشوف كيف فيديو عطينا. ممتاز. هاي شايفين كيف? هلأ. احنا قلنا. صفر واحد. هاي واحد. الاكس واحد. والواي. صفر واحد. تينين. تلاتة. فاحنا هون حطينا له ايش? واحد وثلاتة هيها. تمام? بعدين قلنا له اتنين وستة. اتنين اللي هو العمود التاني. وصفر واحد. تنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وهي السل السادس. ولو بدنا نكبر. بنكبر. ممكن نعطيه سبعة. تمانية. تسعة. مثلا. اذا هون نعطيه تسعة. ينزل لتحت. وممكن نعطيه هون. بدل ما هو اتنين. نعطيه تلاتة. راح يمد على اليمين. وينزل لتحت. لاحظوا كيف صارت. اخذها كاملة. من واحد. بتلاتة. لا. صفر واحد. تنين. تلاتة. وتسعة. اوكي. هيك ادرنا نعمل جوين. لكامل المساحة. تمام? طيب. شو بدنا نيجي هلا نضيف شيب. جوة هادي السيليكشنز. الشيب عبارة عن عادي شيب اللي هي اف ار اكس شيب. فبدنا نيجي نعطيه كالتالي. هون بالمتغيرات بدنا نعطيه شيب وان نقطتين فوق بعض. تي اف ار اكس. شيب فيو. ماشي. فاحنا هم نقوله شيب. وان يساوي. تي اف ار اكس. شيب فيو. دوت كريات. كريات جوة ايش. ها. بدنا نعطيه كريات جوة ايش. احنا بدنا نحط لها جوة السيلز اللي بدنا اياها. يبدأ من وين? هلا احنا بدنا له من واحد فاصلة ثلاثة. فاذا هون بنعطيه جوة تي بي ال. اه سيلز. ها? ومنعطيه احداثيات السيلز. لاحظوا هون شو محطوط? اكس وواي. انتجر. فلو اطلب فاصلة واحد فاصلة ثلاثة. فرايح يحط اللي اياهم. في السيلز هاي ها. صفر. هلأ هون هاي صفر هاي واحد. صفر واحد اتنين ثلاثة. فواحد ثلاثة هيحطه هون. وبما انه هادي كلها جويند مع بعض. فاذا هايحط الشيب جوة هذا المربع الفراغ. اوكي? طيب ليش باطل عش? لان لسه ما عطناهوش مواصفات الشيب هدا. طيب شو هو الشيب? اول شي شيب وان. نفس الطريقة طبعا احنا بنقدر نقول له اللي هو ويد شيب دو شيب وان دو ونحط له الصفات كلها كاملة. لكن احنا بدنا الشيب وان دوت ايش? دوت شيب. انه شو الشكل اللي بدنا اياه? طيب شو هو بدنا اياه? اه اللي هي اس كي. مثلا ديامونت. ديامونت ديامونت اس كي ديامونت. اوكي? طيب بدنا نعطيه برضو التوب والليفت والوث والهايت. هلا لو احنا ما عطينا توب وليفت هيعطيك على اقصى مارجنز فوق. ولكن بدنا نعطيها الاقل الصفات الوث والهايت. فنقول له هون شيب. وان دوت وث يساوي مية. وشيب وان دوت هايت. شو بدي يساوي? مية. وهي بريفيو. ممتاز. شايفين شو اعطانا? اعطانا ديامونت. وهي لزألنا اياها باقصى الشمال والفوق والتوب. ماشي? طيب خلينا نشيل التوب هادي. والليفت هادي خلاص يعرفناها. عشان تكون الامور الواضحة تمام هيك اوضح. ماشي. وهلا هون بنعطيه شيب وان. دوت يساوي عشرة. وبنقوله شيب وان دوت توب. برضو يساوي عشرة. وهي بريفيو. لاحظوا كيف زاحهم عن بعض. زاح عن الحفة. اوكي? فاحنا هيك هلا اتحكمنا بالليفت وبالريت وبالتوب وبالويدث وبالهايت. حطينا شيب جوه الجويند اه سيلز. اوكي? طيب لو احنا هلا مثلا هل بصير ان نحط له الاتش الان للسيلز ان نحطها مثلا اه اتنين اللي هي سنتر وينحط الشيب في النص. طبعا لا. لانه الاتش الان والفي الان عادة لا التكست. مش لا الشيب. الشيب انت بتسمها رسم. فعشان هيك انت تتحكم فيها زي ما انت بدك بالليفت وبالتوب. طيب هي خلصنا الشيب. لو بدنا نيجي نحط له مش شيب. بدنا نحط له صورة. فاذا هون بنحطي بك تي اف ار اكس. ايش? بكتر فيو. ونفس الطريقة تبعة الشيب بنعملها في البكتشرز. اه بنقول له اه اللي هي البك يساوي تي اف ار اكس بكتشر اف يو دوت كريات. نفس الطريقة. وين بدنا نسوي لها كريات? بدنا نسوي لها كريات في تي بي ال دوت سيلز لواحد باصلة تلاتة. بعدين. بدنا برضو نعطي الصفات الويد والهايت. هلنقول له بك دوت ويد. مثلا يساوي مية. وبك دوت هايت. شو تساوي? ميتين. وممكن نعطيها كمان البك دوت ليفت. يساوي عشرة. واخر شيء او قبل الاخير بك دوت. برضو يساوي عشرة. طيب شو ناقصنا? ناقصنا الصورة نفسها يا شباب. في عنا الصورة. شو بدنا نحط له الصورة? فبنيجي بنحط له الصورة كالتالي. بنقول له بك دوت لود. لود في الوين? فروم فايل حاليا. بدنا نجيبها من فايل. طيب وين موجود هذا الفايل? موجودة بين single quotations. في الباث الفلاني. هذا الباث. اوكي? وشو اسم الصورة? اسمها اسامة. دوت جي بي جي. فانا عندي هادي الصورة بدي احطها في قلب هادي البكتشر افيو. وخلينا نشغل ونقول بسم الله. اكتير ممتاز. لاحطوا كيف طلعت الصورة? طبعا هذا وانا شباب مش هلا. هلا ختيرنا هلا كله مشيب وهذا مصلع. اوكي? فطلعت الصورة شوي اكبر من السيلز. فبإمكاننا احنا نكبر الروز. نكبر الحجم تباعها. فمنعطيه مثلا التي بي ال دوت آآ روز. لمثلا الروز رقم تلاتة دوت هايت. مثلا يساوي مية. بنضيفها جدا دا شوية. بنعطي بربيو. وهي طالع عنا كبرنا هذا الهايت. آآ وهي حطينا الصورة جوة الجدول. طيب هل هيك احنا خلصنا? لا لسه ما خلصنا. في عنا شغل كتير. خلينا نقول له فايل نيو وستاندرد ريبورت. برضو ريبورت فاضي من البداية. آآ خلينا نشوف شوية التكنيكس في موضوع الكودنج في التابلز. ننشئ كمان مرة هون نيجي نعطيه ونيجي نعطيه وتي اف ار اكس. اوكي تابل ونفس الطريقة نعطيه هون تي بي ال يساوي آآ تي اف ار اكس تابل اوبجيكت دوت كريات لالبيج ون. ونعطيه التي بي ال دوت رو كاونت يساوي مثلا هاي عشرة عشرة روز والتي بي ال دوت آآ كولوم كاونت يساوي آآ خمسة آآ كولومز ماشي? وبننعرف له هون كمان متغيرات اي و جي ونوعهم انتجر. ونيجي نعطيه فور اي يساوي زيرو تو تي بي ال دوت كولوم كاونت ناقص واحد. يعني من صفر لغاية عدد الاعمدة ناقص واحد. وبنعطي كمان فور آآ جي يساوي زيرو تو تي بي ال دوت رو كاونت ناقص واحد دو بي جن انت. طيب هم بنيجي نعطيه اللي هي التي بي ال دوت سيلز وبنحط الكولوم فاصلة العمود اللي هي الاي الكولوم فاصلة الجي اللي هي السطر. بعدين دوت تيكست يساوي انتجر تو سترينج. لا اللي هو العمود. اي. بعدين معطيه زائد. سينجل كوتيشن فاصلة سينجل كوتيشن. وبعطيه انتجر تو سترينج لا اللي هو السطر اللي هو الجي. وبننسخ نفس الطريقة هاي. وبنقول له بيست وبعدين نقول له دوت اتش الاين يساوي اتنين اللي هي السنتر. وهي اعطينا كل واحد من صفر صفر اللي هي العمود والسطر. هاي واحد عمود واحد سطر واحد. هاي هم نفس مهمة. لغاية اربعة تسعة. لهي عشر اه اسطر و خمس اعمدة. تمام? هاي من لغاية اربعة فاصل تسعة. اللي هي فعليا سطر رقم عشرة وعمود رقم خمسة. لو انا بدي اضيف احط له بدل السيلز. لا نعطيه بطريقة تانية. بامكان نعطيه دوت روز. يعني اختار له رقم الرو. يعني هنا طريقتين فعليا. يا من نحط له السيل احداثيات السيل. يعني نحط له رقم الرو اللي هي الجي واصلة ضد اللي هي السيل. وبعدين نحطه بين قوسين مربعات رقم السيل اللي هي العمود. نفس الاشي اعطانا بالزبط. هاي من صفر صفر لغاية اربعة صفر لغاية اربعة تسعة. هذي الطريقتين. يعني ملنا نستخدم هاي الطريقة او هذي الطريقة. طيب شو عنا فيه كمان? هلا لو ايجينا من نضيف كولوم جديد. ما نيجي نعطيه? يعني بننضيف هون صفر واحد تنين ثلاثة مثلا بننضيف هون كولوم على رقم تنين وهو تالت عمود. او بننضيفه باخر الجدول نفس الطريقة. هلا بننجي نعطيه تي بي ال دوت كريت ها نيو كولوم. راح ينشئ لنا كولوم في الاندكس اللي بدنا اياه بالديفولد فاليوز. اللي هي الديفولد وكل الفاليوز او البروباريتز ديفولد تبعتها. فهون راح يحط لنا اياه الكولوم في عمود رقم تنين. او رقم تلاتة اللي هي صفر واحد تنين. تالت عمود. هاي صفر واحد تنين. اعطانا اياه بتالت عمود. ولو بننضيف سطر. جديد نفس الشي نقوله تي بي ال دوت كريت نيو رو. وبنعطيه رقم الرو اللي بدنا اياه. مثلا رو رقم تلاتة يعني رابع رو فعليا هاي صفر واحد تنين تلاتة رابع رو. حطنا رو جديد. طيب لو انا بدي اضيف احط قيمة في قلبه. بقول له دوت سلز. تي بي ال دوت سلز وبعطيه الاحداثيات اللي هي اتنين عمود تنين رو تلاتة. دوت تكست. وبنقول له يساوي. اللي هي بين سنجل كوتيشن. وبنحط القيمة. مثلا نيو. هاي برفيو هاي. حط لنا في التقاطع طبعهم نيو هاي عمود رقم تنين او تالت عمود. والرو رقم تلاتة اللي هو رابع سطر. حط لنا كلمة نيو في النص. طيب لو احنا بننضيف رو او كولوم جديد بمواصفات احنا بنياها. يعني نعين احنا الوث تبعته نعين الهاي تبعت هذا. نروح على ومننشأ عمود جديد. بنقول لكولوم نقطتين تي اف ار اكس تابل كولوم. ومنعطيه كمان واحد اللي هي رو نقطتين اللي هي تي اف ار اكس تابل رو. اوكي وبدل هدولي. لأ بنساوي لهم ريمارك. ومننزل بنعطيه كولوم لو كل. نقطتين يساوي لو تي اف ار اكس تابل كولوم. اوكي دو كريات ومنعطيه بنقصين التي بي ال. بعدين بنعطيه كولوم نقطتين او دوت. اه ويت يساوي مثلا خانيو له خمسين. او خلي مية. بعدين بنعطيه تي بي ال دوت اد كولوم وبنحط له اسم الكولوم اللي بدنا نضيفه. بنعطيه في اعنا مشكلة اه يساوي هون ناسينها. هاي بربيو. هاي ضفلنا اياه على اخر. عمود. طيب لو احنا بدنا نساوي له انسيرت جوه التابل مش اخر التابل. بنعطيه هون رقم الاندكس اللي بدنا نضيف عليه. رقم تلاتة مثلا. فاصلة. بعدين نحط له اسم الكولوم اللي هو كول. بنعطيه بربيو. هاي صفر واحد تنين تلاتة. ضفلنا اياه في قلب العمود. طيب لو بدنا نضيف رو جديد. نفس الطريقة. بنعطيه رو يساوي. اللي هي تي اف ار اك. تابل رو. دوت كريات. ومنحط له البران تابعه اللي هو التي بي ال. بعدين بنعطيه الرو دوت هايت. خلينا نعطيه خمسة وثلاثين. بعدين بنعطيه التي بي ال. اللي هي دوت. اه انسيرت رو. ومنعطيه رقم الاندكس اللي بدنا اياه. اللي هو رقم اربع. وفاصلة. ومنعطيه اسم الرو اللي هو الرو. وممكن نعطيه قيمة مباشرة. نقول له الرو دوت سيل. سيلز بنعطيه بين قوسين مربعات رقم العمود. العمود رقم تلاتة دوت. مثلا تيكست يساوي مثلا اه رو. وهي بريفيو على طول. اعطانا هاي القيمة مباشرة اللي هي. اه. اللي هي رو رقم اربعة. او خامس رو اللي هي الاندكس تبعها اربعة. والعمود رقم اه اربعة اللي هو الاندكس تبعه تلاتة. وحطلنا اللي نيو رو. اه تبعته. طبعا لازم نكون حاطين القيمة بعد ما نسوي insert. لا التابل فيه. يعني هلا هدا القيمة ما بسي نحطها قبل الانسيرت رو. لو اعطيناها قبل انسيرت رو حاطينا error. لان لسا تما تساوت انسيرت رو. كيف دعا اي عمود في اي رو. هلا هون العمود هذا ما اخده الا لما اه ضفنا الرو جوه الاند جوه التابل. فعشان يجب يجي بعد الرو. وهيها هيك ضافها مية بالمية في العمود في السطر اللي بدنا اياه. طيب هل منقدر احنا انحدد الاعمدة كم مرة زي انحدد الجدول اكم عمود واكم سطر فيه بعد ما انشأناه ويتجاهل باقيه الاسطر برضو بصير. هنروح ننسخ الرو كاونت والرو كولوم كولوم رو كولوم كاونت والرو كاونت وحطهم تحت. هم يقول له بدل ما هو عشرة خلينا نقول له سبعة. وهو بدل ما هو خمسة خلينا نقول له ثلاثة. فهيك كأنه احنا سوينا نديد للباقي. فهي وحط لنا اياه سبع اسطر مع ثلاث اعمدة للجدول. فان شاء الله شماع بتكون عجبكم الفيديو. اه تنسوناش طبعا من اللايك ومن الشير وتنسوش تشاركوا بقناتنا اذا مش مشتركين. وما تنسوا اه اتفعلوا زر الجرس حتى يصاركم اشعارات بآخر فيديوهات نزلناها. اه الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.